السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصطفى الزند محلل كروي على التيك توك واليوتيوب اذا اول مرة بتحضروني ما تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط سر اللايك تفحيل زر الجرس لا يوصلكم كل جديد بداية نصلوا على النبي يلا نبلش ريال مدريد يقترب من تحقيق البطولة رقم 15 في دور الأبطال بعد مباراة قوية ضد باييرن ميونيخ مباراة صعبة استضم فيها الريال بالسم القاتل مانويل نوير الذي تمنع امام ريال مدريد ووضع خبرة السنين كلها امام اللاعبين تصدى تصديات خيالية منع الريال طيلة 88 دقيقة من التسجيل بتألق المميز الألماني الجدار الذي يصعب اختراقه مانويل نوير عذب الريال مباراة اكتسحها ريال مدريد بالطول والعرض ولكن القائم اللعين منع فينيسيوس الذي ابدع وامتع طول المباراة من تسجيل الهدف وكذلك تألق السم القاتل مانويل نوير الذي اثار جنون المدريديين فينيسيوس الذي فتح شوارع في الجبهة اليسرى للباييرن ومسح ارض البرنابيو بالثناء كيميتش واديلخ الثناء لم يستطع ايقاب فينيسيوس المبدع البرازيلي الذي جعل الجبهة اليسرى جحيما على الباييرن ومع عرضيات فينيسيوس التي لم تجد من يسجلها احتجاء الريال لدخول خوسيلو من الدقيقة 60 ومع الدقيقة 68 ومع اضاعة الفرص الكثيرة للريال استطاع المبدع الكندي الفونسو ديفيز تسجيل هدف سام قاتل في شباك ريال مدريد بعد خطأ روديغير في التمركز الذي كان يجب ان يغطي مكان كرفخال وبمهارة الكندي الفونسو ديفيز الذي ارسل سهم قاتل في شباك لونين الذي ابدع طول المباراة الذي قدم مباراة رائعة ولكن هدف سام قاتل في شباك الريال يميت الجميع الا ريال مدريد فكيف يموت الريال في دور الأبطال وهو ملك هذه البطولة ومع خطأ كارثي من تخيل الذي ارتكب اغبط تبديلات في تاريخه واخرج صانعه وادخل كيم من جاي ليدافع امام الريال فالطفل الصغير يعرف ان الدفاع امام الريال في دور الأبطال هو افشل شيء يمكن ان تفعله فالريال لا ينتهي طول المباراة حتى يطلق الحكم صافرة النهاية ومع دخول الهدف للباييرن ادخل انشلوتي كل من لوكا مودريتش وكامافينغا ما غير شكل الوسط وجعله هجومي اكثر مما كان عليه الى حين ان سجل الريال هدفا افرح جميع المدريديين الى حين إلغائه من الحكم بعد دفع ناتشولي كيميتش هدف لم يعرف احد من سجله لكن المهم دخلت الكرة ولكن الحكم الغع الهدف بداعي الخطأ وهناك العادة وبعادات ريال مدريد حين التذيق بك السبل ولا يستطيع اللاعبون الاساسيون التسجيل يأتي الحل من دكة البدلاء وهنا ادخل انشلوتي كل من خوسيلو وابراهيم دياز ليصبح شكل الريال سوبر هجومي ضد البايرن الذي تحولت تشكيلته الى دفاعية دخل البدلاء في الدقيقة 81 وفي الدقيقة 88 استغل خوسيلو هفوى قاتل من الحارس العملاق منويل نوير الذي عذب الريال طول المباراة بعد تسديدة فينيسيوس التي تصدى لها نوير بشكل خاطئ ووضعت الكرة امام خوسيلو ليسجل هدف التعادل للريال ويعيد الحياة للاعبين ريال مدريد وجماهيرهم وبعدها بدقائق ومع عودة الريال الى الحياة عاد خوسيلو ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 91 ليهدي الفوز للملكي هل ظلم البافاري تحكيميا بداية من هدف خوسيلو الذي اثار الجدل هدف خوسيلو الثاني هو هدف صحيح ففي ظل تقدم المدافعين يكون خط التسلل مع الكرة اذا فخوسيلو لم يكن متسللا وكذلك اللقطة السابقة على روديجير فكان مدافع الباييرن يغطي على روديجير ولم يكن متسللا الهدف الثاني صحيح مئة بالمئة اما هدف الباييرن الثاني فهو هدف غير صحيح فاللقطة واضحة وضوح الشمس الثناء البافاري يتقدم على روديجير فيد المدافع لا تغطي التسلل حسب قانون التسلل فالتسلل يحتسب من كتف المدافع وليس من يده فالهدف غير صحيح وحتى لو كان الهدف صحيح واحتسب للباييرن فلم يكن بإمكان الباييرن ومع اخراج دخل لأهم اللاعبين كين وموسيالا وسانه ولو وصلنا للوقت الاضافي لفتك ريال مادريد بالباييرن برباعية او خماسية او اكثر الخامس عشر اختربت للريال في النهائي ويمبلي ضد الحصان الاسود بروسيا دورتمون الذي ابدع في هذه البطولة شكرا على المشاهدة حتى النهاية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط سر اللايك اترك تعليق برأيك في الفيديو تابعوني على التك توك والانستغرام الروابط في الوصف